حذر المجلس الأعلى من تأجيل موعد الانتخابات مشددا على أن ذلك سيفتح باب الجحيم على العراق وأكد زعيم المجلس الأعلى همام حمودي في بيان صدر غدا تلقائه وفدا كرديا في بغداد ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وذلك التزاما ببنود الدستور محذرا من أن تأجيلها سيفتح نار جهنم على العراق حسب قوله وفيما يخص العلاقة بين المركزي وأقليم كردستان قال حمودي أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ماضية نحو تصحيح المصارات السابقة التي أثبتت أنها خاسرة وخاطئة ولم تكن بمصلحة العراقيين على حد سواء مرحبا بحل الإشكاليات بين الحكومة والإقليم عبر الحوار والدستور